وزارة الصحة أعلنت خروج 133 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام الشفاء ويرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس لـ 101,179 حالة الوزارة وضحت أنه تم تسجيل 242 حالة إيجابية جديدة بالفيروس ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتقوم بها الوزارة بالإضافة لتسجيل 12 حالة وفاة جديدة وإجمالي الوفيات من بداية الأزمة 6,465 حالة وفاة وإجمال إعداد المصابين فيروس كورونا لحد مبارح 111,9 حالات من ضمنهم 101,179 تم شفاءهم وخرجوا من مستشفيات العزلة إذا كان الخبر ده واللوحة دي بترافقنا من شهر مارس اللي فات فإحنا عدينا بأوقات من الحماس والإحساس بالأمل وإحساس أنه فيه حسن إدارة حقيقي للأزمة وعدنا أوقات من الإحباط أن سلوك الناس رجع تاني يتراخى ويستهتر وإذا كان فيه حاجة حلوة في شغلانة الإعلام فهي الإحساس بأنه فيه تأثير للرسالة في الفترة الأخيرة كنا كلنا بنشتكي من تراخي وإهمال وإن كلنا بنتكلم عن نفسنا مش مركزين قوي مع كورونا هتلاقوا أنه في الإسبوع الأخير لابتدت الحالة ترجع تشد تاني ابتدى الناس تدرك فكرة ألبس كمامة لأنه الموضوع حقيقي خطر بغض النظر عن إحساسي بالأرقام قليلة ولا كتيرة أنا شايف بعيني أنه الخطر قريب وموجود والوعي البسيط ده مهم الناس بقى التانية اللي لسه بتهذر معك في الموضوع ولما تقولهم ألبس كمامة يقلبها نكتة بيخة من فضلك لا تتعامل مع الموضوع لأنه هزار وارفض تماما التعامل مع شخص لا يرتدي كمامة أنت شايف أنه بتعامل معك أنقورب أو بشكل خطر عليك